اشتركوا في القناة ومن الجانب الاخر حجز المنتخب القطري ومن الجانب الاخرى للمباراة النهائية وذلك بعد فوزه في الدورة النصف النهائي على المنتخب السعودي ب22 هدفا مقابل 19 هدفا يذكر ان المنتخب القطري قد حجز بطاقة التأهل الى المنديال العالمي قبل فعاليات البطولة كونه حقق المركز وصيف في النسخة السابقة من كأس العالم افتتح سعادة السيد هشام بن محمد الجوزير وزير شؤون الشباب ورياضة المقار لإدارة بنادي الدير وذلك بحضور الشيخ علي بن محمد الخليفة رئيس الاتحادين البحرين والعربي لكرة الطائرة ورئيس أعضاء مجلس إدارة نادي الدير وعدد من المدعوين وزح سعادته الستار عن اللوحة التذكارية ذلا بافتتاح المنشأ الجديد بالنادي متعددة المرافق ويأتي الافتتاح في إطار تنفيذ المشاريع الرياضية بما يتوفق مع توجيهات القيادة الحكيمة في تنفيذ وتطوير البنية التحتية بالإضافة إلى تهيئة الظروف المثالية أمام الأندية الوطنية والتي تجعلها قادرة على تأدية دورها في رعاية الحركة الشبابية ورياضية واصل الحد صدرت إلى الدور البحرين لكرة القدم بعد فوزه في قمة مباراة الجولة العاشرة أمام الرفاع الشرعي بهدفين مقابل هدف والتي قيمت على الساد البحرين الوطني لأرفع رصيده إلى 24 نقطة وفي المباراة الثانية تغلب الحالة على المنامة بأربعة أهداف مقابل هدفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر